في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عبضة وده واحد من الحزبين الصغار الذين لا يسوون شيئا وهو كذاب ده نمر واحد ونمر اثنين بحرف كلام الله بالجهل كما سيأتيك ان شاء الله بعض اخواننا لفاضي الجزاوة الله خير استدل على عدم جواز معاونة اهل البدع والضلال بما استدل به العلماء وهو قول الله سبحانه وتعالى من صورة الكهف وما كنت متخذ المضلين عضدا والكلام ده ذكر الشيخ ابن عثيمين قالوا استفاد من هذه الآية انه اصحاب او اهل الاهواء انه ما يعاون ما يعاون هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله قال ده قال شنو قال 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 يا اخواننا الزول ده بترى الآية من النص لانه بداية الآية ربنا بقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وقال ده كلام ابن كثير بعد ذلك قال وهو بيتكلم فيه اخونا الفاضل الشيخ مزمي الحفظه الله وفقه في مداخلة قديمة قال قال فيه قراءة تانية بالفتح يعني وما كنت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام متخذ المضلين عضدا وقال يا اخواننا الكلام ده ما صح لانه ما اسم موصول بعد دل الود بيقع من فوق وصولي وفقه وحنجي ليه كلام الذي تضحك منه الثكلة قال وما اسم موصول واسماء الموصول قال من الفاظ العموم والعام يقبل التخصيص ويقبل الاستثناء وزات الفايت الكلام ده شنو لكن حنجي نشوف هل ما هنا بتاعة موصول قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج معه في الجهاد منافقين واحد قال ليه المنافقين ما معروفين قال اوعتقوا لي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عارفهم اخبر بيهم حذيف بن اليمن طيب اول حاجة اخواننا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا الكلام وهو امام ومتهد وكان يأتي بالدليل الودة الذي يردع به على الشيخ ابن عثيمين ده نمرة واحد نمرة اثنين التفسير ده ليه جهل الولد ده ولانه يعني يريد ان يطير ولما يريش كما كان يقول الشيخ الالباني رحمه الله زي الا الطير معك ومتلارش دار الطير هتقع في الوطن وقع لانه الكلام ده سبقوا عليه غيره من اهل العلم كالامام الشنقيطي رحمه الله في الجزء الثالث الصفحة رقم الف ومتين وعشرين في انه الاية ده تصلح ل الاستدلال بها في هجرة اهل البدع والاهوة و اما قول انه راجع ابن كثير وانه ابن كثير فسر بانه ربنا عز وجل ما شارك هؤلاء ابليس وذريته او المضلين في خلق سماوة الارض فما في مشكلة صحيح ودى تفسير الاية لكن العلماء بقولوا انه الاية اذا احتملت اكثر من معنى فانه يحمل عليها جميعا تحمل الآية على جميع المعانى وده زي شنو ربنا عز وجل قال والذين لا يشهدون الزور بعض العلماء فسروه باعياد المشركين وبعض العلماء فسروه بالغنى وبعض العلماء فسروه بالباطل والآية اخواننا تعم كل هذه المعانى كذلك هذه الآية صحيح انها في بيان ان الله سبحانه وتعالى ما اتخذ هؤلاء المضلين وما شهدوا خلق السماوات والارض حتى يزعموا ان لله عز وجل شريك او كذا او كذا طيب قال الشينقيطي رحمه الله وفي هذه الآية الكريمة التنبيه على ان الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم قال والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب فسبق العثيمين رحمه الله عالم من العلماء وهو الشيخ يعني العلامة الامام محمد الامين الجكني الشينقيطي نمرة 3 اما القراءة الذكرى اخونا وشيخنا مزمل وما كنت متخذا المضلين عضضة هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده ذكروا الامام القرطبي انا ما عارف الودة فهموا شنو ولا هو بيقى قدر العلم ديل يتطاول زيدا وينكر كلام ذكروا الامام القرطبي رحمه الله انتهى ده مش اقرأ وارفع بانطلونك ذاته قبل ما تقرأ المهم فالكلام ده ذكروا الامام القرطبي رحمه الله في التفسير في تفسير تفسير هذه الاية عن ابن خويز منداد ده واحد من العلماء نقل عنه القرطبي ان هناك قراءة اخرى في الاية وما كنت القراءة الاخرى وهي وما كنت انت يعني يا محمد وده خبر بمعنى النهي يعني لا تتخذ المضلين عضضة فثبت بذلك ان الاستدلال بالاية ده صحيح ما فيه مشكل بعد ذلك قام جاب له كبيرة جاب له حاجة كبيرة خلاص قال وما كنت متخذ المضلين عضضة قال ما هنا ما الموصولة وهنا تفيد العموم والعموم يقبل التخصيص والاستثناء وبدأ يفرع والقاعدة بتقول اث أو ثبت العرش ثم اشنو ثم انقش طيب نعرف ما الموصولة ولا ما النافية كيف نقوم نعوض ضد الماء الموصولة نعوض ضدل اشنو الذي طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنت متخذ المضلين عضضا هل ربنا قال والذي كنت متخذ المضلين عضضا هل ده معنا الاية وبداية الاية ما اشهدتهم خلق السماوات هل ربنا بينفي انه اشهدهم خلق السماوات والارض ولا ربنا داير يعني يجعل ما هنا باسم الموصول ويكون معنا الاية والذي اشهدتهم خلق السماوات والارض وكده بيكون يا دوب اثبت انه الناس زي شنو شهدوا خلق السماوات والارض انت وات ذاته قريت بتاء قريت وين ذاته اللغة العربية قال لا لان يا اخوانا ما النافية ما النافية دي اتبت جيب عشان تنفي جملة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما الله بغافل عما تعملون ده نفي واما الموصول زي شنو زي يعني وما اتاكم الرسول فخذوه يعني الذي اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه اي والذي نهاكم عنه فانتهوه فالود دا عمل فوق الود يعني امام من ايمة الدنيا عمل فوقه سيبويه وبيطعن على الكلامة جابوا اخوانا مستندين فوقه على العلمة ويحاول يبطي الفهم العلمة بقاعدة جديدة الله دا كلام ذاته كلام عجيب مرة واحد ارفتها وده ذكرني البيت بتاع الشعر اللي بيقول قال حمار الحكيم تومى لو انصفوني كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب فزول يقوم يجب له قاعدة زاتة انت عارف لو اثبتت الفهم دا يلزمك طبعا انا ما بلزمك وما بقولي التكافر لكن يلزمك الكفر لانه والذي اشهدتهم خلق السماوات والارض يعني ربنا بيحلف بالذين اشهدهم خلق السماوات والارض وده تكذيب للقرآن فانت يا ولد لما تقول كلمة اعرف روحك وتسوفي